السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة مرحبا اخوي الحسن الله اكبر اهلا وسهلا بك مولاي الله يبرك فيك الجسية السلحة يا مرحبا الله لا تنسوا لك الفرح صافي ما كن بيش صافي والله لا تقلق ليلى لله الفرح كان يوم الاحد اليوم العالم من المرأة وكنا نهر احد كنا في الادعاء واعادوا الحلقة بالامس الاثنين دلوا لا اعادة ليلى لله بارك الله فيك اخوي معديرة الله يبرك فيها الدعمي انا بغيت نحكي لك لمشكل اليوم مشكل اليوم صعيب شوي الله يفرج عليك خويا اخياني مسا عرف العربية جزء مرحبا اخياني قلت ياسمي نعسل حيث انا في البادية وكهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في البادية وكان امي لا يقرأ ولا يكتب ولكن ربي فتح عليه فتح عظيم للمشكل اليوم كانت مريضة 32 عام انا في عمره بات 32 عام ايا عندي في اللول عندي مرض مرض العقلية الله اكبر مهما مريض في المدى 22 عام في العمر ديالي كنت ذلك الساعة ما تنعقلش عتا مشي اكاوسة تمشي للطبيب تمشي للسميته ايه لحمد لله ما يجيش معت تبع القرآن وذلك الشي تبع اكون في الاداعة وتنزيل الرقية الشرعية ايها مولاي والحمد لله باخيك نستعمل شوية الدواء وتنستعمل الرقية ايه اقريت ايه اقريت ولكن وخات القرام مهم الدكاء ديالي مشي الحل الناس انت محدود بحدود ما تنعرفش كيفاش كنت مشي الدنيا فانتي لا اله الا الله ما تنفهمتها جواله لا اله الا الله الله يحفظك مولاي الله حفظك وتبرك الله بك تتكلم معنا مزيان كيف يقول هذا انسان الحمد لله سوي وبخير وعلى خير الحمد لله الحمد لله احنا فقارة ما اننا ولو لا اله الا الله انا لا الاخوة اللي كيعوني ماش تخدم السيلحسن ماش من قطعك تستغل ماشت والديتي خافوا عليها مقدرش نمشي شي حاجة وكتفكر السيلحسن انا كتزوج اه تمزكرا نمزوجة اي ان شاء الله ان شاء الله بغير الشي موانا تكون صالحة ماش انا شي حاجة ان شاء الله يا ربي يا كريم اخويا اخويا واخا اخوية الحسن باذن الله باذن الله شكرا لك حافظك الله وراعك الله سلحسن الله يشافيك ويعافيك لا حول ولا قوة الا بالله وهذه المكالمة كتطين واحد الانطباع على نعمة عظيمة من النعم التي أكرمنا بها الله تعالى دون أن نطلبها إنسان كي تولد كي يلقى عنده عقل سليم وكي يلقى عنده حافظة قوية وكي يلقى عنده دكاء هاد وكي يلقى عنده معارف كي يلقى مطور هذه نعمة عظيمة بأضضاضها تعرف الأشياء نعمة العقل من أعظم النعم التي وهبها الله لبني الإنسان حتى إن مناط التكليف في الفقه الإسلامي رهين بالعقل وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث منهم عن المجنون حتى يعقل أخونا سليحسن ولد وكان دكاءه ضعيف وعقله سقيم وعليل ربما أنه لما كان جنينا في بطن أمه تعرض لخضة من الخضات الشديدة أو تعرض لضعف في التغذية أو سوء التغذية أو تعرض لمس ما يسمى أم الصبيان كلها خواطر ربما قد تردوا عليه فكيكون هناك ضعف في العقل وطبعا العلاج متوفر كين هناك بعض العائلات اللي عندهم أولادهم وبنتهم كيقع لهم ضعف في العقل نتوجه مباشرة إلى أين إلى الأطباء وكيمسوا مجموعة للأدوية مجموعة للتداريب ودي المهارات الفنية باش نحركوا العقل من بلاستو كتكون بعد مرة مش هي أدوية كتكون هي مهارات فنية لكن الغريب أن من أعظم الأدوية لكتخلي العقل البشري قوي وهو حفظ القرآن ترديد القرآن الناس دب الأن كبار عندهم زهايمر 70 عام 80 عام قد ينسى كل شيء ينسى زوجته وأولاده ينسى حتى اسمه لكن تبين بأن الشيء الوحيد الذي لا ينسى وهو القرآن الكريم حينما تبدأ له الآية وكان حافظها كيقولها كاملة دون نقص ودون خطأ ودون نسيان ومنه تم القول العلماء أشد طريقة لتقوية العقل وتقوية الدكرة والحافظة والمخ وهو تحفيظ القرآن الكريم والقو بأنه يعطي مناعة قوية للدماغ والقو بأنه كينشط الدماغ نشط عظيم ويوسع من مساحاته الدماغ له مساحات كثيرة والعقل كسر منوى كسم تنوير العقول بالقرآن العظيم ولهذا كان سلفنا الصالح منذ زمان يبدأون تعليم أطفالهم القرآن العظيم ورحم الله تعالى الملك الباني الحسن الثاني طيب الله تراه وأسكنه الله فسيح جناته من صفحاته المشرق البيضاء كانت عنده واحد سياسة حكيمة وصارمة كان أصدر قانون بأنه لا يمكن لأي مغربي أن يتابع دراسته الابتدائية قبل أن يستفد من سنتين للتعليم في المسيد فكان هذا قرار معمول به في المغرب وحنا من الجيل اللي كنا محظوظين استفدنا لما كنا أطفال صغار قبل ما كان دخلوا المدرسة كنا دخلنا المسيد المسجد الكتاب وهنا لك حفظنا الكثير من القرآن ولا زالت المحفوظة اللي حفظناها أيام زمان رهي البركة اللي غادين بها اليوم كنلقوا وضعية ربما قد لا تسر كنلقوا بأن أولادنا وبنتنا والذي يمشي لوح التعليم اللي هو منفتح على العصرنا على الحداثة على التطور على اللغات الأجنبية ويستبعد كل ما يتعلق بالقرآن والتعليم العتيق بل هالتسمية مقلقة كنسميه التعليم العتيق العتيق كأنه قديم والقرآن الكريم ليس عتيقا بل حدثيا ما يتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعهم يلعبون محدثين القرآن حدثي فأخونا السلحسن من بين الأمور اللي ممكن تنشط بالعقل ديالك استمع كثير للقرآن ولا قدرت أنك تحفظ هتلقى بأن الخلايا ديالدماغ كيوقع على نشاط وكيوقع على واحد الحركية واحد المرونة كل ما حفظت كلام الله من غير التنشط هناك البركة بركة القرآن لأن القرآن الكريم أينما حل فيما توضع القرآن هناك البركة وهناك الكرم الإلهي لأن ربنا عز وجل مدى قال وإنه لقرآن كريم فيما كي كن القرآن كي كن الكرم الإلهي اقرأ وربك الأكرم غير بدا ورب يغفتح لك أبواب تسير أخي السلحسن أسأل الله الواحد الأحد أن يشافيك من الأمراض والأسقام والعلل أسأل الله تعالى أن يقوي الداكرة والحافظة والعقل وأسأل الله تعالى أن يرزقك المدد من عنده مدد مدد من عند الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا أسأل الله تعالى أن يعطيك الكثير ويمدك بالكثير ويهيئ لك من أمرك رشدا قولوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي يا كريم لا أنسى أيها الأحباب الكرام أحد الأحبة اللي هميا سيدة لها زوج اسمه السلعربي بالأمس هضع لعملية جراحية دير القلب وعملية صعبة وخطيرة جدا واتصلت بنا بالأمس لكن الأمس ما كانت لبرنامج وكانت تطلب وتلتمس من السادة المستمعين يدل لها واحد دعوة لزوجها اللي هو الآن رفل كلينيك وقد أجرى عملية دير القلب وتلتمس منكم جميعا واحد دعوة دير الخير لأنك تؤمن بالدعاء كتقول لي بأنها دائما تتابع البرنامج ولا قلنا قولوا آمين هلوا لكتقول آمين من أعماق قلبها فكتقول لكم السادة المستمعين هي محتاجة إليكم أن تؤمنوا على الدعوة لزوجها فاللهم يا رب يا كريم أخونا السلعربي الآن يقوم بهذه العملية الجراحية اللهم شافه وعافه اللهم يا رب يا كريم اللهم أنزل عليه اللطف وأنزل عليه الجودة والكرم رب الناس أذهب الباس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يبقي ألم اللهم شافه من الأمراض والسقم والعنل بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب الناس أذهب الباس إشفي أنت الشافي اللهم عجل له بالفرج اللهم يا رحمن يا رحيم اجعلوا يقوموا لأهله ويعودوا إليهم سالما غانما قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة